فورسة أفريكا جعني لكم في أفريكا إكسبرس وانتما تسمون في فورسة أفريكا في ظل تبعات والنتائج السلبية للتغير المناخي أسمها طاقية كبيرة اليوم تخلقت في العالم كانت فيما تواجه منذ سنوات للطاقة الخضراء والطاقة المجدة ومن أبرز الأماكن في العالم الطبيعة مدلتها فيما يخص الشمس والموارد الطاقية المجدة هي القارة الأفريقية واليوم حسب تقرير كي نصدر على وكالة الطاقة الدولية قالوا أنه منها حتى الأربع سنين أخرين المشاريع وحتى المدخيل من الطاقة المتجددة في البلدين جنوب الصحراء الكبرى بشرة الضعف نظرا أنه فيما اهتمام كبير من طرف من طرف المؤسسات معنتها الحكوم والحكومات وكذلك من طرف دول الأجنبين اليوم قاعدة بالحق فيما تدفق كبير متع أموال متاحهم تستثمر قاعدة؟ شوفها حاجة الأولى هي تكنولوجيا متاع توسكي غنوب الاب البرتيكليون ما هو الطاقة الشمسية واللي سعرها ممتاز يعني قبل كانت تكلف تكلف بشرة بشرة تخلي ما حتى تزاد الأوليان كانت تكلف بشرة اليوم ما جلت الطاقة الشمسية وممكن أنك تحطها في أي مكان بأسعار منافسة جدا وعملنا مشيو عمل الأسعار يكونوا منافسين تتقل إفريقيا ربي أعطاها الطاقة في الأنهار الموجودة فيها تخلي أنه بلاد كما تقول جسد أن يصلك يحكي كل شيء أنغولا عندها إدرو إليكتريك في أنغولا كي هذا يبشيك من البروجيه تسعين في المئة أغمونتاسيون بتاع إينارجي غنوبالابل في البلاد تسعين في المئة مشروع واحد ولكن هل يتسعين في الخاطر فقط لذلك يجب أن يستحين في الماء ويستحين إلى تتعين في الماء في إينارجي الإنجية 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 لاحظة بلاد فيما يمكن نحظة البيان تحويل التقال لنستحين التقال لا يستطيع إفريقيا إذا كان بحيث في إثنية صحة يستطيع تقال كبيرا جدا بلاد حتى الحضور أغمونتاسيون أوروبا لأنه أوروبا عندها كبيرة برجة كني بساتيسفات برابور البروديكسون متاحة هي. لكن ممكن أنه إفريقيا بالاستثمارات اللي قادة تتحط فيها والتوجهات الكبيرة اللي قادة تحكي فيها ماشي فيها. حكينا مريا جون إلى دو تخوى سمين على ناميبيا. قلنا ناميبيا وحدها البوزيسيون الجيوغرافية متاحة من ناحية استقطاع بالأشعة الشمسية واحد من أربع أحسن بلدين في العالم. اللي يخلي أنه السعر متاع التكلفة متاع التنسورمسيون متاع التاقة الشمسية من أرخص في التاقات في العالم ناميبيا إذي اللي خسنا معهم متشلوين بكلنا. دونك نجيين بالتاقة بتاعهم وعندهم النووي هم وماشاء الله. وحكينا عالم. قلنا اللي هم عندهم لورانيون بوهم عندهمش نوكليير. عندهم لورانيون يبيعوا فيه. مزلوا مخص بوش. مزل مخص بوش توجيه. نهرتين عندهم السيدة. عندهم جيمون بس كخونا ولقعوا البترول. دونك في الأوفشور. دونك كيف ما بترول ينجموا يجيبوا ويعملوا له. إن شاء الله بلاد في مخي ما لا تعجباش الحكاية وتمشي لها غادي كبير. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله جماعة أخرين. ما 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 يقررش بزيد يمشيوا برسا من الغرب. والله. وفجأة تولي بلاد كلها مشاكل وكلها. آآ. ولي تولي تولي تيرابات. شوف هي بلاد بلاد مساحة كبيرة. واحد يقول لي معناها من المجمع الخبار يقول لي آآ عدد البشر اللي فيها آآ قد قطر. آآ ومساحات ومساحاتها قد سعودي. قد سعودي. شوف أنت الأموال وال والخيرات اللي عندها كيفاش تنجم تنفع بالحق اللي موجودة. هذي دونك حكينا على الطاقة اليوم اللي موجودة طاقة المتجددة اللي في آآ البلدان اللي موجودين في جنوب صحراء الكبرى. باش نمشي يوم بعد في آآ غودو لأفريك باش نحكيه على شركة طيران مصر لطيران ايجيب تير اللي تعاني من مشكلة اليوم. خليت البرلمان المصري يناقش آآ آآ يعادة هيكلة شركة مصر لطيران من أجل تحسين مستوى الخدمات متاحة. هذي نحكيه فيه بعد شوية. وباش نحاول ونرجع زادة على اليوم على إعادة الهيكل اللي سايرة في برشة بلدان نحكيه على الجزائر نحكيه على بلدان من افريقيا الغربية وافريقيا الشرقية. فما اليوم شركات اتجمعت تحت شركة واحدة باش تقوي الأسطول متاحة وتحسن من خدمتها. آآ نحنا وينهم بعد هذا هو سؤال اشترحوا عليك في غوط دل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة